اكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على توطيد العلاقات الاقتصادية والمالية مع الجمهورية الايطالية الصديقة بما يسهم في فتح مزيد من الافاق في مسار العلاقات الثنائية المميزة وتحقيق شركات اوسع في كافة الصعود عبر العمل والتنسيق المشترك مشيرا معالي لم توليه المملكة من اهتمام بتعزيز التنوع الاقتصادي بما يحقق التطلعات التنموية المنشودة ويتماشى مع نهضة المملكة الشاملة على كافة الاصعدة والتي تسعى دوما لمواصلة تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 مؤكدا معاليه على الاهمية التي تكتسبها زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى الجمهورية الايطالية الصديقة والتي ستدفع نحو نقلة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص عبر ما تضمنته هذه الزيارة من توقيع للعديد من الاتفاقيات بين البلدين مشيرا الى قيمة الاتفاقيات بين القطاعين الخاص التي تمت خلال هذه الزيارة والتي تصل الى 330 مليون يورو ستشكل دفعة قوية نحو مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية وغيرها من المجالات والتي سينعكس اثرها على الوطن والمواطن واشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني باهتمام المملكة الدائم نحو تحفيز القطاعات غير النفطية بما يعزز الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للمملكة والذي سينعكس اثره على استمرار تعزيز النمو الايجابي للاقتصاد الوطني مشيرا معالي الى النجاحات المتوالية التي تحقيقها المملكة في سبيل تحقيق اهدافها التنموية الشاملة والتي من ضمنها الشراكات الناجحة التي تقوم بها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والتي تعد ايطاليا احدى هذه النماذج والتي تكللت بالنجاح بما تم من اتفاقيات تم ابرامها بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية التي تجمع البلدين الصديقين وقال معالي اننا عازمون في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبتضافر جهود الجميع من اعضاء فريق البحرين على مواصلة السعي لتحقيق الخطط التنموية للمملكة فبالكوادر الوطنية سنصنع الانجاز ونحقق التطلعات كون هذه الكوادر هم عنصر النجاح الدائم الذي نراهن دوما عليه لتحقيق مزيد من النجاحات الاقتصاد الوطني ومواصلة تعزيز نموه الايجابي بما يحقق المنجزات التي تعود بالخير والنماء للوطني والمواطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر